موسيقى 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 الموقع اللي بتدت فيه الرهبنة في وادي النطرون من القرن الرابع الملعى السبب عقوم بلوك انشبوت وياتها منطالة انبوستيا دي باست اللي اسبات دوت باسمها مغارة الابب شوي اللي بتدت فيها الحياة الرهبنية في وادي النطرون ككل من القرن الرابع الملعى بارتا أسالس لمشته بشترى سبنتلوي بايسيا وندقاء انشبوت ريما بياتا منخالة انبوستيا ديليس والرهبان لما بتدت على ايد القديس العظيم من الانب بشوي ما كانتش لها ملالح يعيشوا فيها ازاي كانوا بيعيشوا في الكهوف في الجبال كندقاء انشبوت ريما بياتا منخالة سبنتلوي بايسيا نو اكزستاو ريجولا بندرو بياتا منخالة او ترايتن بستطوتن منز هو اللي انشأ فكرة مغارة هنخش نزول المغارة بس واحنا داخلين عرفوا حاكتين ان احنا جوا جبل والجبل ده بارتفاع عميق بينه وبين سطح الارض لما تخشوا المغارة المحبسة بالزاد بصوا الفوق هتشوفوا سطح الارض المرتفع عن المغارة اللي هو الطوال العمق ده كله احنا جوا الجبل اللي موجود في الجبل او سا انتراس ان بيشترا هستا شكند انتراس او سا بديتس كايس سنتتس انا اونترو منتا الاب بشوي كان رجل صلاة استلمنا صور من العهود القديمة كانت بتقول ان هو كان بيربط رأس شعر رأسه بحبل ويربطه في سطح الارض علشان يحميه من النعاس او جاسيت نشتا اكوانا كاريني اراتس بنت البايسيا كندقاب لجاد بارولوي ان تابانو ديباشترا سانو دوار مانواتا اصمو انا هتدخلك انت اول واحد وتستنى جوا كل ما يخش المجموعة يخشوا من هنا ويطلعوا من ناحية تانية وانت توريهم فين الحفرة اللي في سطح الارض والمكان اللي كان بيربط او سا فيو بريمولش انتراس تشينس او شابتا كتا شابتا بينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة